في هذه الأجواء الربيعية التي تشهدها المملكة هذه الأيام تكثر رحلات الاستجمام إلى الصحراء والبراري والجبال الأمر الذي يتطلب جملة من الاستعدادات والتدبير الوقائية منها ما يساعد على الاستمتاع واللهو ومنها ما يقي القائمين بها من التعرض إلى متاعب غير متوقعة قد تفسد الرحلة أو تلحق أدرارا بصحتهم حول هذه التدبير والاستعدادات يسعدنا أن يكون معنا مدير إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني السيد إياد العمر صباح الخير سيد إياد وأهلا وسهلا فيك معنا في هذا الصباح صباح الخير أخوة تعالى وصباح الخير لكل أخواننا المشاهدين بداية خلينا نحكي عن الحوادث الأكثر تكرارا لبتحدث أثناء الرحلات شكرا شكرا لطرحك لهذا الموضوع الواقع أن المواقع السياحية في الأردن كثيرة وتزخر بالرحلات الاستجمامية سواء طبعا كانت للتجمعات المائية أو المواقع الأثرية أو حتى المواقع الشجرية فبالتالي تنظيم الرحلات سواء كانت عائلية أو كانت شباب أو كانت رحلات مدرسية تحتاج إلى أخذ الحيط والحذر أثناء التوجه لهذه المواقع حتى نتجنب وقوع الحوادث بشكل عام داخلها نعم أكثر الحوادث يعني أغلب الحوادث التي تتعامل مع جهاز الدفاع المدني هي حوادث الغرق تحديدا نعم يعني للأسف لدينا ثمن حالات وفاة هذا العام ويوم أمس أيضا كان لدينا وفاة نتيجة طبعا الغرق واللعب داخل المياه في المناطق الغير مخصصة للسباح نعم بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالتخيم ماذا تنصح كل من يريد أن يخيم بالنسبة لنوعية الخيام بالنسبة للموقع اختيار الموقع حدثنا أكثر عن هذا الموضوع يعني التخيم بشكل عام سواء كان بالمواقع الشجرية أو بالمواقع الصحراوية يحتاج إلى أول شيء وضع هذه الخيمة في منطقة منبسطة بعيدة عن المواقع والتجمعات المائية نعم تكون يعني إشعال النار داخلها يكون بحاجة إلى عناية ودراية وإطفاء النار قبل النوم حتى نتجنب حدوث حالات الاختناق بشكل عام حتى هناك مشكلة بالتوصيلات الكهربائية ماذا تنصح عن التوصيلات الكهربائية؟ كيف تقام التوصيل الكهربائي داخل الخيام؟ يعني الواصلات الكهربائية بشكل عام عند استخدامها تحتاج إلى عناية وقدرات توصيلية نستطيع من خلال استخدامها بشكل آمن بعيد يعني نتأكد من الأسلاك غير معرّة حتى ما بتحصل عنا صحكات كهربائية بالإضافة إلى أنه يعني استخدام الأسلاك والواصلات الكهربائية بحاجة إلى يعني يكون شخص قادر على استخدامها وإيصالها سواء كانت من قبل السيارة أو من قبل المولدات حتى أنه نتجنب حدوث الصحكات الكهربائية اللي ممكن أنه تحصل أثناء استخدام تلك المواقد أو المصابيح الكهربائية اللي ممكن تؤدي إلى حدوث الصحكات الكهربائية نعم بعض من الأشخاص يصابوا بضربات شمس أو حروق في البشرة ماذا تقول لهم؟ يعني نحن لسه في بداية فصل الربيع لكن للأيام القادمة في فصل الصيف بالفعل تكثر عن ضربات الشمس فبالتالي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في فترة الظهيرة يقين هذه الحوادث حوادث ضربات الشمس لكن أيضا إذا تعرض شخص لضربة الشمس يحتاج إلى أنه عملية تهوية ونقله إلى مواقع ظل فك الأربط الضغطة الموجودة عليه وبالتالي أيضا رفع مستوى الأرجل عن مستوى الرأس حتى نعمل له دورة دموية جديدة ومن ثم إذا احتاج لنقل إلى مستشفى مباشر يتم نقله من خلال رقم الطوارئ 911 نعم بالنسبة لفي حال حدث حريق ما هي الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأشخاص؟ يعني أكثر الحرائق التي تحصل عندنا هي عند الذهاب إلى المواقع الشجرية يعني غالبية الحوادث التي تتعامل مع الدفاع المدني إما تكون عبث من قبل الأطفال بمصادر الاشتعال أو تكون ناتجة عن قيام بعمليات الشوي بالقرب من هذه الأشجار وبالتالي لا يستطيع الشخص السيطرة على النار وتؤدي إلى حروق حريق داخل هذه المواقع الشجرية وبالفعل يعني تعاملنا في فصل الربيع وفصل الصيف أكثر الحرائق تكون في المواقع وتجمعات الشجرية وخاصة في المناطق الغبات عجلون وجرش يعني اليوم لدينا تخريج دورة عن حرائق الغابات عطوفة المدير العام للدفاع المدني مصطف لبزايع رح يخرج هذه الدورة بوجود السفير الفرنسي وهي دورة أدت بالتعاون مع الجانب الفرنسي طبعا للتدرب وأخذ الخبرات وتبادل الخبرات ما بينه بين الجانب الفرنسي في إطفاء حرائق الغابات بشكل عام وخاصة أثناء الذهاب من قبل المتنزهين لتلك المواقع والسبب مثل ما حكيت لك أغلبها المواقع الشجرية تكون إما نتيجة الشواء وأما العبث من قبل الأطفال وأما بدافع الحصول على الحطب من قبل بعض الأخوان طب شو الإجراءات المتبعة؟ يعني شو بتنصح؟ صار في حريق شو بتنصح؟ شو لازم نعمل؟ يعني إذا كان حريق بسيط من قبل الأخوان المواطنين يستطيعوا من خلال المياه الموجودة معهم أنه يعمل على إخماد هذه الحريق لأنه دائما الحريق يبدأ صغيراً فبالتالي إذا قدرنا نسيطر عليه من قبل الموجودين في موقع التنزه يعني يباشر في عملية إخماده بالمياه الموجودة معه ومباشرة بنفس الوقت يتم الاتصال مع جهاز الدفاع المدني يعني إحنا لدينا رقم الدفاع المدني 911 وأيضاً لدينا نقاط غوص ونقاط أيضاً في المواقع التنزهية موجودة لخدمة إخوان المواطنين طبعاً للدلالة والإرشاد والتوعية والهدف الثاني للتعامل الميداني مع الحوادث إذا حصلت في تلك المواقع سواء كانت حوادث غرق أو كانت حرائق غابات أو مواقع تنزهية نعم ننتقل إلى الحشارات اللادغة كيفية الوقاية منها يعني دائماً مع بداية فصل يعني نحكي عن الأول من نيسان تبدأ الزواحف بشكل عام يعني بالخروج من البيات أو السبات الشتوي فبالتالي بحاجة إلى تحذير وخاصة من قبل الأطفال لأن الطفل بحب الفضول واللعب بمواقع الأحجار مواقع الأشجار والأعشاب يعني أيضاً والمناطق الرطبة إذا كان هناك يعني لعب من قبل الطفل في تلك المواقع سيعرضوا لا سمح الله إلى لدغات من قبل تلك الحشرات أو الأفاعي أو العقارب فبالتالي يجب الابتعاد عن تلك المواقع وخاصة غير المرئية يعني بسبب كثافة الأحشاب يجب أنه نبتعد عن تلك المواقع حتى ما نعرض أنفسنا لمثل هذه اللادغات طب ولو حصل أنه تعرض الإنسان للادغة ماذا يفعل؟ يعني مباشرة يجب أنه العضو المصاب أو التعرض للادغة أنه يكون مستوى أقل من مستوى القلب نعمل على ربط العضو بمسافة عشر سانتي عشرين سانتي عن المنطقة المعرضة للادغة ومن ثم نعمل على تبريد العضو المصاب أو الذي تعرض للادغة ومن ثم نقل المستشفى مباشرة ووصف إذا لاحظنا مثلا الأفعى أو لاحظنا إذا كانت من حشرة معينة نصفها للدكتور المختص حتى يعطيه العلاج المناسب والمضادات المناسبة طيب ماذا تنصح الأهل أو المسؤولين عن الأطفال لما بيستحبوا أطفالهم لهذه الرحلات؟ كيف ينتبهوا على الأطفال؟ يعني إذا كانت من قبل الأسرة أو من قبل حتى المدارس للأطفال صغار السن يجب أول شيء توعيتهم وتحذيرهم من عدم الاقتراب لكل مواقع الخطر سواء كانت التجمعات المائية، السدود، البرك المائية، القنوات المياه وأيضا المقاطع الصخرية، الأشجار العالية، يعني الطفل بطبيعته ممكن أنه يصعد لتلك الشجرة أو أنه يتجه لمنحدر أو مقطع صخري فبالتالي قد يؤذيه وقد يعرضوا لحالات السقوط فبالتالي التوعية لهذا الطفل ومنحهم من الاقتراب لتلك المواقع واختيار المكان المناسب للتنزوح نعم، بالنسبة لعدة الإسعافات الأولية، الصندوق هذا، شو لازم يكون فيه؟ يعني صندوق الإسعاف الأولي يجب أن يحتوي على بعض المضادات الحيوية رباط، شاش، قطن، مقص، يعني بعض المعدات الإسعافية البسيطة حتى يتم استخدامه في حال أنه تعرض لأي شخص من هذه الرحلة لخطر أو لإصابة يتم الاستخدام، طبعا بالإضافة إلى كحول، يتم استخدام هذه المواد لحين نقله إلى المستشفى أو طلب الدفاع المدني نتمنى السلامة للجميع، السيد إياد العمر، مدير إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني شكرا لوجودك معنا شكرا نقطة شكرا للمشاهدة